موسيقى الادارة الامريكية والرئاسات الاراقية الثلاث تدين الهجوم الصاروخية الذي تعرضت له مدينة اربيل ومطارها دولي الرئيس الامريكي يجدد تعهده بتوفير مائة مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا خلال المائة يوم الأولى من توليه الرئاسة بعد دخول قرار شطب الحثين من لائحة الإرهاب حيز التنفيذ واشنطن تدعوهم إلى وقف عملياتهم العسكرية والعودة إلى المفاوضات العشرة ليلا بتوقيت جراناتش الخامسة مساء بتوقيت واشنطن من العاصمة نشرة مفصلة للأخبار اهلا بكم ادانت الادارة الامريكية والرئاسات العراقية الثلاث فضلا عن الكتر السياسية الهجوم الصاروخية الذي تعرضت له مدينة اربيل ومطارها الدولي الهجوم الصاروخي على المدينة ثرى تساؤلات حول الإجراءات والاستعدادات الامنية المتخذة لحماية مؤسسات الدولة في قليم كردستان بوصلة الصواريخ هذه المرة تتجه نحو أربيل وتحديدا إلى مقر التحالف الدولي في مطار أربيل الدولي نحو 14 صاروخا استهدف المطار وأحياء سكنية في أطرافه خلفت قتيلا وتسعة جرحة فيما توقفت في إثرها الرحلات الجوية لنحو 14 ساعة وقد استؤنفت مرة أخرى ظهر اليوم قد سقطت ثلاثة صواريخ بالقرب من سياج مطار أربيل الدولي ونتيجة لهذا الحادث المؤسف فقد سقط قتيلا وخمسة جرحة من الشركات العاملة مع القوات الدولية وزارة الداخلية في إقليم كردستان أعلنت أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل الدولي ليلة الاثنين مشابه لهجوم العام الماضي في وقت أدانت فيه جهات دولية ومحلية استهداف مطار أربيل الدولي وذكر بيان حكومة الإقليم أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين أعرب عن غضب الإدارة الأمريكية من الهجوم الصاروخي على مطار أربيل فيما حثت بعثة الأمم المتحدة في العراق على حماية البلاد مما وصفته بالتخاصمات الخارجية بينما حضرت جهات أمنية في الإقليم من قادم الأحداث في حال لم تبدل الجهود لسد الخروقات الأمنية كما أعلنت الرئاسات الثلاث في العاصمة بغداد إدانتها للحادث الاستهداف كان من داخل حدود أقليم كردستان الصواريخ مداها ثمانية كيلومتور مما يعني أن كان هناك نقطة انطلاق داخل الأقليم استثمرتها هذه الأطراف وهذا ما يجب على أقليم كردستان أن يعالجه بشكل سريع جدا وأشار بيان داخلية الأقليم إلا أن قوات مكافحة الإرهاب والأسيش والشرطة فتحت تحقيقا فوريا بالتعاون مع قوات التحالف الدولي وتم العثور على سيارة من تراسكية بين أربيل وناحية القوير التابعة لقضاء مخمور جنوب غربي أربيل تحمل منصة إطلاق صواريخ فيما أعلنت الحكومة المركزية في بغداد فتح تحقيق مشترك لمعرفة المتورثين في الهجوم على مطار أربيل الدولي وكان مطار أربيل الدولي قد تعرض في أكتوبر تشتين الأول من العام الماضي لقصف بصواريخ سقطت في محيطه وقد وجه مسؤولون كورت في وقتها أصابع الاتهامي إلى فصائل منظوية ضمن الحجد الشعبي لكن التحقيقات لم يتم الكشف عنها في وقت كانت فيه الحكومة العراقية قد تعهدت بكشفها ومحاسبة المسؤولين عبد الحميز زيباري الحرة أربيل وقل مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية للحرة أن البنتاجون لا يزال يقيم الأوضاع الأمنية والاستخباراتية على الأرض لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات التي استهدف تربيل وضف المسؤول أن القادة العسكريين سيقدمون توصيات بالخيارات المتاحة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للرد على الهجمات فيما يعود للإدارة خذ القرار المناسب حول التعامل مع تلك الهجمات وشدد المسؤول على أن حماية القوات الأمريكية وقوات التحالف تبقى أولوية بالنسبة للولايات المتحدة فيما قالت المتحدثة باسم البيت العبيت جانساكي أن الإدارة الأمريكية تدرس حيثيات الهجوم وتحتفظ بحق الرد بالطريقة وفي الوقت عندما يتم تحديد المسؤولين عنه ندرس حيثيات الهجوم الصاروخي على محافظة أربيل الذي أدى إلى مقتل متعاقد وإصابة عدد من قوات التحالف وتحتفظ الولايات المتحدة بحق الرد على ذلك الهجوم بالطريقة وفي الوقت الذي تختاره كما دان وزير الدفاع الأمريكي لوداستن في اتصال هاتفي مع نظره العراقي الهجوم الذي استهدف قوات التحالف والقوات الأمريكية في أربيل أكد أن الشعب العراقي يستحقوا عراقا آمنا ومستقرا وأن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم شركاء العراقيين في جهودهم لدفاع عن سيادة العراق وشدد الطرفان على التزامهما بالشركة الاستراتيجية بين البلدين فيما أصدر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور بوب مانداز بيانا أدان فيه بشدة الهجوم أقل إن هذا الهجوم يوضح أهمية التعاون الأمني القوي بين القوات الأمنية العراقية وقوات قيم كردستان داعيا في لقط نفسه الولايات المتحدة لمواصلة دعم رئيس وزراء حكومة قيم كردستان ومساندة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في القيام بتحقيق كامل بهذا الهجوم وأجددت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هانس بلسخارت تعهدت تعهد المنظمة الدولية بمواصلة دعم العراق ونددت بالهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل وشددت على ضرورة توثيق التعاون بين بغداد وأربيل لتقديم الجنات للعدالة كما أكد القائم بعمل المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة التزام بلاده بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بغداد وذلك على هامشي أحاطة قدمتها بلسخارت لمجلس الأمن الدولي هجوم هز مطار أربيل وارتداداته تصل إلى ردهات مجلس الأمن إحاطة رئيسة بعتة الأمم المتحدة في العراق استهلت بالتنديد بالهجوم وعلى النهج نفسه صارت مواقف مندوبي الدول في مقدمتهم للولايات المتحدة التي شددت على وقوفها مع العراق لتحقيق الاستقرار وصون سيادته ستكون الإدارة الجديدة شريكا يمكن الاعتماد عليه في دعم جهود السيطرة على الميليشيات وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ومساعدة العراق في مكافحة الإرهاب وفي أولويات الولايات المتحدة مساعدة العراق على تأكيد سيادته ومواجهة الأعداء في الداخل والخارج موقف واشنطن المؤكد على أهمية حفاظ العراق على سيادته وأمنه أيده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي شدد على ضرورة الحل العراقي لأزماته بعيدا عن أي مؤثرات إقليمية على العراق بناء حلوله الداخلية وأن يحمي نفسه من الخصوم هذه المسئولية مشتركة بالطبع مع العراقيين أنفسهم أولا وقبل كل شيء ولاحقا مع أصحاب المصلحة الإقليميين والمجتمع الدولي ككل رئيس البعثة العراقية إلى الأمم المتحدة قال في كلمته إلا الإرهاب لا يزال يشكل الخطر الأكبر المحدق بالعراق مجددا التزام بلده بحماية البعثات الدبلوماسية من هجمات الجماعات الخارجة عن القانون تبدل الحكومة بهذا الصدد جهودا كبيرة لمنع تكرار الهجمات الصاروخية التي تنفذها جماعات خارج عن القانون والتي تسعى من خلالها هذه الجماعات لزعزعة الاستقرار في العراق والتأثير سلبا على التعاون بين الحكومة والمجتمع الدولي في سبيل مكافحة الإرهاب اجتماع مجلس الأمن للاطلاع على تقرير البعثة الدولية وكلمات أعضاء المجلس أظهر أن العراق لا يزال يحظى باهتمام الأجندة الدولية واشنطن في عهد إدارة بايدن تجدد تمسكها بالشراكة الاستراتيجية مع الشعب والحكومة العراقية والأمم المتحدة تؤكد التزامها المستمر الوقوف إلى جانب العراق لمواجهة التحديات الماثلة أمامه خاصة ما يتعلق بالأمن والتدخلات الإقليمية في شؤونه الداخلية من مقر الأمم المتحدة في نيويورك عبدالله ماسي الحرة وللمزيد من التعليق ينضم إلينا من أعليمتون الخبير العسكري كاندريك روبينس أهلا ومرحبا بك معنا يشدد المسؤولون الأمريكيون حتى هذه اللحظة لأنهم بانتظار التحقيقات التي تجرى لكن من المعطيات الأولى من الذي يملك القوة للقيام بهذا الهجوم؟ بساء الخير وشكرا لاستضافتي أعتقد أن ما يقوله البنتاجون هو أنه يريد أن يعرف أي مجموعة وراء الهجوم هذه هي الخطوة الأولى ويبدو أن هناك معلومات استخباراتية وكانت هناك عربة أطلقت الصواريخ والعثور عليها يكون مفيدا الخطوة الأولى معرفة من وراء الهجوم الخطوة الثانية بناء على أي تعليمات تصرفت هذه المجموعة تصرفت بطريقة مستقلة أم تلقت تعليمات من الخارج من دولة أجنبية هذا هو الذي يريد التحقيق الوصول إليه وبناء على ذلك سنعرف من هو المسؤول عن الأمر بالهجوم وهذا هو الذي سيحرك القرار الذي سيعرض على الرئيس بالنسبة للرد الأمريكي تراجع الولايات المتحدة علاقتها بالعراق وكذلك حلف الناتو وتعود الإشارات إلى عودة قوية لتنظيم داعش هذا الهجوم وهذه التوترات الأمنية كيف تؤثر على قرار وزارة الدفاع في شكلها الجديد ما يدرى جو بايدن أعتقد أن البيان اليوم من الوزير بلينكين والوزير أوستن ومن الناطق الصحفية بلسان البيت الأبيض يظهر التزاما قويا من التحالف والولايات المتحدة لدعم العراق والتأكد كما قال الوزير أوستن أن العراق لديه الحق في العيش في بلاد مستقلة مؤمنة حرة من أي مشاكل يسببها الآخرون من الخارج أمريكا لا تزال ملتزمة والإدارة الجديدة لن تتزعزع أو تتذبذب في التزامها الرئيس بايدن يعرف المنطقة ويعرف كل القادة الكبار وأمضى وقتا في المنطقة على مدار السنين وعمله في السياسة وبالتالي هو ذو معرفة بالموقف الحالي ولن أفاجأ إذا رأيت ردا موزونا وهو يتشاور مع الحلفاء في المنطقة ويتخذ الإجراء المناسب ظهر اسم جديد للمجموعة التي تبنت هذا الهجوم ما إمكانية أن تقوم مجموعة وليدة بهجوم بهذا الحجم وما فرص أن تكون فقط مجرد لتشتيت الانتباه كما يقول بعض البحثين مرة أخرى من الصعب أن نعرف بالضبط من المسؤول ولكن ليس من غير الشائع لمجموعة تريد أن تثبت نفسها وتظهر أنها لاعبة ولها تأثير في المنطقة ليس من الغريب لمجموعة مثل هذه أن تقوم بهجوم مثل هذا للبرهنة على أنها قادرة على أن يكون لها نفوذ في المنطقة لا يجب أن نستبعد ذلك لذلك التحقيق سيستمر ومهم أن نعرف من المسؤول هل هناك مجموعة جديدة أو هل تريد أن تأخذ السلطة من مجموعات أخرى هل تتصرف بشكل منفرد أم بمساعدة أطراف خارجية توفر لها الموارد ربما من السابق لأوانه أن نعرف والتحديد مهم جدا إحدى الأشياء التي يجب أن نتوخل حذر فيها أن لا نصعد الموقف وأن نرد بطريقة لا يبدو أنها تصعد الموقف وضروري أن نعرف بالضبط من وراء الهجوم لهذا السبب لن نرى أي رد فوري لأننا نريد التأكد أمريكا وقوات التحالف يريدون أن يفهموا بالضبط من وراء الهجوم وما هو الحافظ حتى يردوا بشكل مناسب كاندر كروبانزا الخبير العسكري شكرا جزيلا لك وأغلقت سلطات وقليم كردستان العراق مطر أربيل دولي بعد تعرضه لهذا الهجوم الصاروخي الذي أسفل عن مقتر متعقد مدني وجرح تسعة أشخاص وخمسة منهم أمريكيون نتعرف معنا على تفاصيل الهجوم ونتاج التحقيق الأولية يعد هذا ثاني هجوم من نوعه يتعرض له مطار أربيل والقاعدة الجوية العسكرية المجاورة له تعرض المطار العام الماضي لهجوم صاروخي مماثل لم يسفر حينها عن وقع أي ضحايا تبنت ميليشيا يطلق على نفسها اسم سرايا أولياء الدم الهجوم الصاروخي بحسب بيان انتشر على منصات التواصل الاجتماعي فيما يؤكد مسؤولون أمنيون أن هذه المجموعة مجرد واجهة لفصائل مسلحة معروفة موالية لإيران جازو مكافحة الإرهاب في قيم كردستان قال إن الهجوم يشابه هجوم سبتمبر الماضي وحمل حين ذاك حمل فصائل في الحجر الشعبية المسؤولية عن استهداف القوات الأمريكية في مطار أربيل ندد المجتمع الدولي بالهجوم الذي وصفته الأمم المتحدة بالعمل الشنيع الناجم عن تخصمات خارجية فيما تعهد وزير الخارجية الأمريكي بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم للعدالة ترجمة نانسي قنقر وبعد قليل تتابعون في نشرة من العاصمة أرييجيو بعد يجدد تعهده بتوفير مات مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا للأمريكيين خلال المائة يوم الأولى من رئاسته أهلا بكم مجددا توقع رئيس الأمريكي جو بايدن أن يتجاوز توزيع لقاحات كورونا مائة مليون جرعة في المائة يوم الأولى وذلك وفق الوعود التي أطلقها خلال اليوم الأول من رئاسته حصل 14 مليون أمريكيين على تطعيم كامل من جرعتين في حين ما زالت عملية تطعيم مستمرة وكان بايدن قد وعد بمائة مليون جرعة في المائة يوم الأولى من إدارته لمحاصرة فيروس كورونا غير أن العملية عرفت بعض الاضطرابات في الفترة الأخيرة بسبب الأحوال الجوية التي أثرت على عملية التوزيع والتطعيم أقلت المتحدثة باسم البيت العبية جانساكيا أن الرئيس يواصل مشاوراته لإقرار حزمة الإغاثة التي اقترح على الكونغرس لتخفيف العباء عن كاهل الأمريكيين جراء فيروس كورونا يواصل الرئيس بايدن العمل على إقرار خطة إغاثة الأمريكيين التي تشكل أولوية بالنسبة له وسيسافر إلى ولاية واسكنسون اليوم للانخراط في محادثات مع الأمريكيين حول خططه لسيطرة على الوباء ولإعادتهم إلى العمل كما يواصل الكونغرس عماله في الأسبوع القادمة حيث نتطلع إلى تحقيق تقدم هناك في هذا الإطار وللمزيد عن هذا الملف وزيارة رئيس بايدن إلى واسكنسون ينضم إلينا من البيت الأبيض مرسلنا هشام برار أهلا ومرحبا بك هشام لنبدأ عن خطة توزيع خطة توزيع اللقاحات ما الذي يجري كيف تؤثر الحالة الجوية على ذلك أعتمد أحمد هناك بعض العرقين هناك سواء لحوال جوية وأيضا الموروط اللوجستي كما يقول البيت الأبيض من الإدارة السابقة تقول بأنها وجدت ترتيبات لوجستية غير فعالة فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات وأيضا طلبيات هذه اللقاحات وشراء اللقاحات الإدارة الحالية تقول بأنها تمكنت من تأمين ما يكفي من اللقاحات لجميع الأمريكيين حوالي ستمائة مليون جرعة لثلاثمائة مليون أمريكي بحلول نهاية يوليو المقبل على الأقل ما يغطي جانب توفير هذه اللقاحات لكن الإدارة الأمريكية تدرك أن توفير اللقاحات وجود أعداد كبيرة من الجرعات لا يعني بالضرورة تطعيم الأمريكيين وتوزيع هذه اللقاحات لسيما أن هناك عرق الأخرى استطاعت الرأي تشير إلى أن هناك نسبة لا يستهن بها من بين الأمريكيين عازفون على هذه اللقاحات لا توجد لهم ثقة في هذه اللقاحات لأسباب متعددة ولا يريدون الخضوع أو تلقي هذه اللقاحات لكن على الأقل الإدارة الأمريكية إدارة رئيس بايدن تريد أن تعالج إخفاقات الإدارة السابقة بتوفير ما يكفي من اللقاحات بوضع الترتيبات اللوجستية الضورية حتى يبقى الأمر للولايات والحكام الولايات والسلطات المحلية لإطلاع بمسؤولية تطعيم المواطن الأمريكيين الرئيس الأمريكي كما ذكرت أحمد بعد قليل في خلال لحظات سيتوجه إلى ولاية ويسكنسون حيث سيواجه أسئلة في تجمع في منتدى سيجيب عن أسئلة مواطن أمريكيين على شبكة سينين سينقل مباشرة هذه الأسئلة حتما ستكون حول ما هو الذي تغير الآن لسيما أن هناك مناطق لم تصل هذه اللقاحات الرئيس الأمريكي بإمكانه في هذه المرحلة بطبيعة الحال أن يلقي باللائم على الإدارة السابقة لكن إدارة الرئيس بايدن البيت الأبيض يدرك أن ذلك الخيار متاح لفترة محددة فقط حيث سيصبح الآن هو المسؤول الأول ويجب أن يرد بشكل مقنع على أسئلة المواطنين من البيت الأبيض مرسلنا هشان برار شكرا جزيلا لك وليأول مرة منذ أكتوبر سجلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا انخفاضا ملحوظا في العديد من الولايات التي بدأت تستعد بالفعل لعادة فتح أنشطتها في مرازل مؤشر الإصابات بسلالة البريطانية شديدة العدوى في صعود مضطرد وصلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة نزولها التدريجي حيث لم يتجاوز عدد الحالات التي سجلت لـ 52 ألفا فيما انقفض المتوسط الأسبوعي إلى أقل من 90 ألفا يوميا وذلك للمرة الأولى منذ أوائل نوفمبر الماضي عندما وصل المتوسط اليومي 200 ألف حالة واختلف العلماء حول الأسباب التي أدت إلى ذلك فمنهم ما نسبه إلى تكثيف حملات التطعيم وانقفاض الاختبارات والنمط الموسمي لهذا النوع من الفيروسات الذي تقل معدلات انتشاره مع قرب انتهاء الشتاء ويرى آخرون أن السبب يعود إلى زيادة التزام الناس بتدابير الوقاية والتباعد الجسدي بيد أن حالات الإصابة بالسلالة البريطانية من الفيروس الأشد عدوى تبدو في صعود مضطرد وإن كانت ما تزال بأعداد قليلة إذ ارتفعت من 611 حالة في الرابع من فبراير الجاري إلى 1170 حالة حاليا وتبشر الإحصاءات الواردة من جميع الولايات حاليا بالمزيد من المؤشرات الإيجابية فقد أعلنت كاليفورنيا التي كانت أشد الولايات إصابة بالجائحة تسجيل أقل معدد زيادة يومي يوم ويتزامن هذا مع تراجع مضطرد في الإصابات الجديدة وفي الحالات التي تستقبلها المستشفيات وأيضا في عداد الوفيات وفي نيويورك أعلن حاكم الولاية انخفاض معدلات الإصابة والتوفد على مستشفيات الولاية وتجاوزها الطفرة التي شهدتها في عياد الميلاد نحن الآن في وضع يتيح لنا إعادة فتح الصمام وإطلاق عجلة الاقتصاد من جديد ما دمنا نفعل ذلك بشكل آمن لو استطعنا الحفاظ على هذا الزخم باتباع السلوكيات الآمنة ومواصلة التطعيمات فسنصل إلى الضوء في نهاية النفق بأسرع مما كنا نظن ونعود بحياتنا إلى طبيعتها مرة أخرى ورغم ذلك فإن عداد الإصابات ما تزال مرتفعة ويخشى الخبراء من أن التراخي نتيجة هذا التحسن لا سيما مع ظهور سلالات جديدة قد يؤدي إلى طفرة أخرى فرغم توصيات مراكز مكافحة الأمراض بتجنب السفر قدر الإمكان كان الأسبوع الماضي من أكثر الأسابيع ازدحاما في السفر جوا منذ أكثر من شهر حيث بلغ عدد المسافرين أربعة ملايين منذ الخميس الماضي وفيما يسابق المسؤولون الزمن لتطعيم أكبر عدد من الأشخاص في البلاد تأسببت العواصف الشتوية والثلجية التي تشهدها العديد من الولايات في تعطيل الجهود في الكثير من المناطق وفي إغلاق مراكز التطعيم لا سيما في تكساس وميزوري وإريزونا وكنتاكي وللمزيد من التعليق ينضم علينا عبر خدمة سكايب من مدينة سان دييغو في ولاد كاليفورنيا الباحث والكاتب في مجلة ساينس جون كهن أهلا ومرحبا بك معنا سيد كهن أشياء كثيرة ينبغي أن نسأل عنها لنبدأ بمسألة السلالات الجديدة ما الذي نعرفه عن السلالات التي تحورت داخل الولايات المتحدة حتى هذه اللحظة هناك نوعان أساسيان من السلالات الجديدة التي تقلق هنا أحدهما ينتشر بسرعة أكبر وأيضا يمكن أن يتغلب على الرد المناعي إذن لا توجد سلالة تتغلب كلية على المناعة ولكن مما يقلق أن الانتشار ازداد بنسبة 50% ومما يقلق هو أن بعض الردود المناعية غير فعالة مؤخرا نقشت في أحد تقاريرك مسألة مزج اللقاحات وأنها قد تكون وسيلة لمعالجة القصور في المواد المتاحة ما الذي تعني هذه الفكرة ببساطة؟ هناك تسع لقاحات في أنحاء العالم تظهر بعض الفعالية والبعض منها يعمل بشكل جيد ويمنع الناس من دخول المستشفيات وأيضا يقلل من الوفيات لو لدينا عدد محدود من اللقاحات ربما من الأفضل أن نجمع بينها لكننا لا نعرف لا توجد أدلة على أن الجمع فعال ربما الجمع يؤدي إلى مناعة أفضل والعكس قد يكون صحيحا بمعنى مناعة أضعف هناك دراسات تطلق الآن لتقييم التأثير ونقيم منتجات الشركات المختلفة هذا يأخذنا إلى الحديث عن نوفا فاكس ما الذي نعرف حتى هذه اللحظة عن هذا اللقاح؟ نوفا فاكس هو لقاح يحتوي فقط على بروتين الشويكات الموجودة على سطح الفيروس ونوفا فاكس هي شركة قطعت شوطا بعيدا في البروتين المهندس وهذا يختلف عن ميسنجر RNA أو فيروس حصان طروادة من أجل الوصول إلى الشويكات الفيروسية نوفا فاكس لم يكن أداؤها جيدا في جنوب إفريقيا الفيروس هناك التفى وتغلب على المناعة ولكن نوفا فاكس فعال ضد السلالة البريطانية لا يمكن أن نقول أي شيء عن الأمراض الشديدة والوفيات لأن الأرقام ليست كبيرة في جنوب إفريقيا للتعرف على ذلك اضطراب عملية توزيع اللقاحات في الولايات المتحدة بسبب موجة الطقس السيء أعادت مرة أخرى الحديث عن مسألة الجرعة الواحدة ما الرأي العلمي في هذه اللحظة بشأن هذه الجرعة؟ الولايات المتحدة دولة كبيرة أنا أعيش في سان دييغو لا يوجد ثلوج هنا الجرعة الواحدة أو لقاح الجرعتين يبدو أنه يوفر نوع من الحماية ولكن لا نعرف مدى هذه الحماية بالتأكيد بعد حوالي أسبوعين اللقاح يوفر حماية لأناس أحد اللقاحات جونسون جونسون يتطلب جرعة واحدة فقط وبهذا اللقاح نعرف بيقين أنه حتى في جنوب إفريقيا وضد السلالة التي تتغلب على المناعة هناك دخول مستشفيات ووفيات بنسبة صفر وهذا يعرفنا أن هناك شيء إيجابي ويبعث على التفاؤل أن هذا اللقاح سيحمينا مما نهتم به أكثر شيء وهو أن نمرض مرضا شديدا وأن نموت بشكل سريع ما مدى التقدم في إقرار لقاح جونسون أن جونسون حتى هذه اللحظة ذكروا أو أبلغوا عن البيانات من جنوب إفريقيا ودول أخرى ويمكن أن نقارن الفعالية من دولة إلى أخرى ولكن لا نعرف مدى التأثير تأثير اللقاح على العدوى طبعا نريد من اللقاح أن يحمينا من المرض ولكن إذا أصبحنا مرضى نأمل أن اللقاح يقلل فرصة اتقال الفيروس إلى مرضى آخرين جون كاهن الباحث والكاتب في مجالات ساينس شكرا جزيلا لك وبعد قليل تتابعون في هذه النشرة واشنطن توافق على بيع القاهرة صواريخ تكتيكية ومعدات عسكرية بقيمة 197 مليون دولار بعد دخول قرار واشنطن شطب الحوثيين من لائحة الإرهاب حيز التنفيذ واشنطن تدعو الحوثيين إلى وقف عملياتهم العسكرية والعودة إلى المفاوضات أهلا بكم مجددا وفقت الخارجية الأمريكية على بيع مصر صواريخ تكتيكية ومعدات عسكرية بقيمة 197 مليون دولار وفق الخارجية تتضمن صفقة 186 صاروخا ومرحقاتها من الخدمات اللوجيسية وبرامج الدعم والتشغيل واضحت أن صفقة ستدعم سياسة الولايات المتحدة الخارجية وأمنها القومي بالمساعدة في تعزيز الأمن لدى واحد من خلفائها الأساسيين خارج الناتو أضفت أن هذه الصواريخ ستدعم سفن البحرية السريعة المصرية والدفاعات السحرية بالقرب من منطقة القناة وللمزيد ينضم إلينا مراسلنا في الخارجية الأمريكية ميشيل غندور أهلا ومرحبا بك ميشيل ما الذي نعرفه حتى الآن عن هذه الصفقة؟ يعني معظم المعلومات أوردتها أحمد من خلال البيان الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بأنها وافقت بشكل مبدئي على بيع مصر صواريخ مضادة أو لحماية القطع البحرية المصرية هذه الصواريخ يبلغ عددها حوالي 168 صاروخا وتعمل بالأشعة ما تحت الحمراء وتعمل كأرض جو أو ضد صواريخ مائية وما إلى ذلك لحماية البوارج والقطع البحرية المصرية هناك العديد من الدول التي تمتلك مثل هذه الصواريخ مصر تمتلك هذه الصواريخ اليابان والولايات المتحدة ومعظم حلفاء الولايات المتحدة يمتلكون مثل هذه الصواريخ المهمة من أجل الدفاعات البحرية لتعزيز أمن مصر تحديدا وتعزيز أشواطئ المصرية والقطع البحرية المصرية ولكن هذه الصفقة بحاجة لموافقة الكونغرس الأمريكي إذا لم يعترض عليها أحد فأنها تسير وتجري في مهلة تصل إلى الشهر تقريبا من الخارجية الأمريكية مرسلنا ميشيل غندور شكرا جزيلا لك أعلن البيت الأبيض أن رئيس جيو بايدن يريد إعادة ضبط العلاقات مع الصعودية وأنه يعتزم إجراء محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز وليس مع ولي العهد محمد بن سلمان وحول سؤالنا عن احتمال إجراء محادثات هاتفية بين رئيس بايدن وولي العهد السعودية شارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان ساكي إلى أن هذا الأمر ليس على جدول الأعمال موضحة أن النظير الرئيس بايدن هو الملك سلمان وسيتحدث معه في الوقت المناسب دعت الولايات المتحدة الأمريكية الحوثيين إلى وقف طوغولهم في مأرب وكل العمليات العسكرية والعودة إلى المفاوضات أقلت الخارجية الأمريكية أن الهجوم على مأرب لا يؤدي إلا إلى زيادة عدد النازحين داخليا وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وطلبت الحوثيين بوقف جميع العمليات العسكرية والامتناع عن ارتكاب أعمال أخرى تزعز والاستقرار بينها الهجمات العابرة للحدود على السعودية إذا كانوا جادين بشأن حل سياسي يتم التفاوض بشأنه وشددت الخارجية الأمريكية على ضرورة التزام الحوثيين بالمشاركة البناءة في عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة وحثت الخارجية الأمريكية جماعة أنصار الأهل الحوثيين على وقف هجومهم على مأرب أخر معاقل الحكومة اليمنية في شمال البلاد وعلى الانضمام إلى المساعد والية للتوصل إلى حل سياسي وعضي نهاية للحرب الدائرة هناك منذ أكثر من ست سنوات بإذا أن المتحدثة باسم الخارجية استبعدت تراجع عن رفع الجماعة من قائمة المنظمات الراعية للإرهاب والاكتفاء حاليا بإدراج زعمائها على القائمة ليس لدينا أي نية للتراجع عن رفع جماعة أنصار الله الحوثي من على قائمة الإرهاب التصنيف الشامل الذي أجرته الإدارة السابقة في الساعات الأخيرة من وليتها تم رغم المعارضة الشرسة داخل الكونغرس ومن منظمات الإغاثة الإنسانية ومن عناصر الأمم المتحدة وغايتنا من هذا هي إنسانية بحتة نظرا إلى أن ما يقرب من 80% من سكان اليمن يعيشون تحت سيطرة الحوثيين ونحن نعلم أننا نستطيع أن نقوم بالأمرين معا أي التأكد من عدم تعميق الكارثة الإنسانية للمدنيين وفي نفس الوقت مواصلة تصعيد الضغوط على قيادة الحوثي فيما صرح تام لاندر كانغ المبعوث الأمريكي الخاص باليمن أن واشنطن تكثف اتصالتها من خلال قنوات خلفية لتواصل مع حكومة جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن وقيادات الدول المنخرطة في الصراع هناك وحث إيران على التوقف عن دعمها للحوثيين وعن لعب دور سلبي ومخرب مؤكدا أن لا حل عسكرية للصراع هناك إننا لا نضيع سرا عندما نقول إن إيران تلعب دورا سلبيا للغاية في اليمن سواء بتدريب الحوثيين أو تسليحهم لشن هجمات على أهداف مدنية في السعودية والخليج هناك فرصة أمام إيران لكي تظهر أنها أفضل من ذلك وأن توقي بثقالها في دعم الجهود الدولية التي نحاول حجدها لإنهاء هذا الصراع ونحن نحاول بناء المزيج المناسب من التحالفات والضغوط لقد حان الوقت لوضع نهاية لهذا الصراع وقد لمسنا رغبة قوية لذلك سواء في المنطقة أو في اليمن يأتي ذلك فيما دخل قرار واشنطن شطب الحوثيين من قائمتها السوداء للمنظمات الإرهابية حيز التنفيذ أعلان رحبت به الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التي أكدت أن الخطوة ضرورية لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يمر بها اليمن في خطوة كانت متوقعة قامت الولايات المتحدة بشطب الحوثيين من قائمتها السوداء للمنظمات الإرهابية ودخول هذا القرار حيز التنفيذ أعلان إدارة الرئيس جو بايدن رحبت به الأمم المتحدة والجماعات الإنسانية التي كانت تخشى أن تؤدي سياسات الإدارة السابقة إلى إعاقة تسليم المساعدات إلى الدولة التي مزقتها سراعات والتي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم ووصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هذا القرار بأنه اعتراف بالوضع الإنساني المزري الذي يعيشه الملايين في اليمن وقال إن الإدارة الأمريكية الجديدة استمعت إلى تحذيرات من الأمم المتحدة والجماعات الإنسانية وأعضاء الكونغرس من الحزبين وغيرهم من أن التصنيفات قد يكون لها تأثير مدمر على أصول اليمنيين إلى السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود خاصة وأن اليمن يستولد 90% من غذائه وجميعه يتم شراءه تقريبا من خلال القنوات التجارية وقد حذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من أن تصنيف واشنطن للحوثيين كمجموعة إرهابية أدى بالفعل إلى تراجع الشركات عن التعامل مع اليمنيين وأنه إن استمر هذا الأمر من المرجح أن يعرف هذا البلد مجاعة لم يشهدها العالم منذ أربعة عقود في المقابل أكد العديد من المراقبين أن إلغاء إدارة بايدن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية لا يعني أن واشنطن ستتنحى جانبا وتسمح لهم بتحقيق أهدافهم العسكرية في اليمن من المهم أن نفهم كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أن سبب إلغاء قرار إدارة الرئيس ترامب بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية لم يكن بسبب تغيير رؤية التهديد الذي يشكله الحوثيون ولكن كان بسبب أن قرار إدارة ترامب كان ينظر إليه أنه يمس المدنيين اليمنيين والرغبة بعذم القيام بذلك وعلى الرغم من شط باسم الجماعة من القوائم السوداء شدد وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده لا تزال ترى بوضوح العمال الخبيثة لجماعة أنصار الله الحوثي مشيرا إلى مواصلة تطبيق العقوبات المفروضة على قادة الحوثيين كأفراد مع مواصلة دراسة أهداف جديدة للعقوبات لا سيما على المسؤولين عن الهجمات على الملاحة التجارية في البحر الأحمر وعن الهجمات الصاروخية على السعودية انتقدت الولايات المتحدة الملاحقات الجديدة التي تستهدف زعيمة ميانمار أونغ سان سوتي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ناد برايس أن واشنطن قلقة حيال المعلومات التي تفيد بأن الجيش وجهتها من جديدة لمستشارة الدولة هناك أدع الجيش في ميانمار إلى الإفراج فورا عن جميع المدنيين والقادة السياسيين والصحفيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان وفي المجتمع المدني المعتقلين ظلما وإلى إعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا أعلنت رئيسة مجلس نواب الأمريكي نانسي بلوسي إنشاء لجنة لنتقص الحقائق لمعرفة التفاصيل التي أدت إلى اقتحام الكابيتل في السادس من الشهر الماضي قالت بلوسي إن هذه اللجنة ستكون لها صلاحيات مماثلة لصلاحيات لجنة التحقيق الخاصة في هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية بعد تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب من محاكمة عزله الثانية في مجلس الشيوخ بأيام قليلة أعلنت نانسي بلوسي تشكيل لجنة على غرار لجنة التحقيق في أحداث 11 سبتمبر سيحق لها الاطلاع على الكثير من الملفات السرية لمعرفة كافة التفاصيل قبل وأثناء وبعد اقتحام الكونغرس وإلى أي مدى كان يمكن تفادي ما حدث هذه اللجنة خطوة أولى مهمة للتحقيق في المساسب الديمقراطية بعد أحداث السادس من يناير وفي نظري هي خطوة غير كافية ولكنها مهمة للحصول على الكثير من الإجابات الواضحة عن وقائع ما حدث خلال الفترة من نهاية الانتخابات حتى محاولة إفشال التصديق عليها إعلام بلوسي تشكيل تلك اللجنة جاء بعد ساعات قليلة من إرسال أربعة أعضاء جمهوريين من مجلس النواب رسالة إليها باعتبارها رئيسة المجلس تشير إلى أنها قد تكون مسؤولة عن التأخير في نشر قوات الحرس الوطني قبل وأثناء التمرد ولم تتطرق الرسالة إلى انتقاد زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ وقت الاقتحام ميتش مكانل رغم مسؤوليته المشتركة مع بلوسي عن أمن الكابيتل المؤشرات تدل على جهود من قبل الحزبين كما كانت لجنة 11 من سبتمبر لمعرفة الكثير من الأحداث بغض النظر عن الانتماءات الحزبية فالذي حدث يوم السادس من يناير كان أمرا خطيرا ومثل تحديدا للجميع وهم يريدون التأكد من أن جميع بنود التحقيق متاحة حتى يتمكنوا من الحصول على بعض الإجابات الهامة وتستمر ملاحقة الديمقراطيين للرئيس ترامب قضائيا بعد أن رفع عضو الكونغرس الديمقراطي بني تومسون قضية على كل من الرئيس السابق دونالد ترامب ومحاميه رودي جولياني بتهمة التحريض على اقتحام الكونغرس وهدف هذه الملاحقة هو محاسبة الرئيس السابق ومنعه قانونيا من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2024 أعضاء الكونغرس بغرفتيه وحزبيه يريدون معرفة تفاصيل واقعة الاقتحام وما وراءها ولذلك يتوقع أن يكون هناك تعاون وتوافق حزبي مع تلك اللجنة في الوقت الذي ينشغل فيه المشرعون الأمريكيون بتفاصيل أخرى هي تفاصيل الصيغة النهائية للمحفزات الاقتصادية الخاصة بأزمة كورونا لتمريرها في منتصف الشهر المقبل عبد الرحمن البرديسي الحرة واشنطن في مقالة المتحدثة باسم البيت العبيد جانساكي أن رئيس جو بايدن يدعم حق الأفراد الأمريكيين وعضاء الكونغرس في اتخاذ خطوات عبر المسار القضائي لمحاسبة المسؤولين عن اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير الماضي أضف الساكي أن رئيس يدعم أيضا تشكيل الكونغرس لجنة من الحزبين الرئيسيين للتحقيق في الوجوم يعود الأمر بالطبع إلى الكونغرس لتشكيل لجنة تحقيق في الهجوم على مبناه والرئيس بايدن يدعم ذلك المقترح وقد أوضح وجهة نظره فيما يتعلق بالأحداث المأساوية التي شهدها الكونغرس في السادس من يناير وهو يدعم جهود الكشف عما حصل وضمان عدم تكرار مثل ذلك الهجوم وسنواصل العمل مع الكونغرس لدراسة إجراءات يمكن للحكومة الفدرالية اتخاذها لمنع حدوث مثل ذلك العنف قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي أن المشرعين سيشكلون لجنة مستقلة لمراجعة الحقائق والأسباب المتعلقة بالهجوم على مبنى الكونغرس لنتعرف معاً على تفاصيل وتدعية الهجوم أكد بلوسي أن لجنة ستشكل على غرار لجنة التحقيق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر مشيرة إلى أنها ستنظر في الحقائق والأسباب المتعلقة باستعداد واستجابة شرطة الكابيطل وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية التي تتبع الولايات والمحلية أسفر اقتحام عدد من أنصار رئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيطل الذي يضم مجلسي النواب والشيوخ عن مقتر خمسة أشخاص ودفع عضاء الكونغرس للهرب طلباً للسلامة وقطع جلسة الكونغرس التي وقدت للتصديق على فوز جو بايدن برئاسة وجه لدعاء العام الاتهام إلى نحو 211 شخصاً على خلفية أحداث الابتحام ولم يكشف التحقيق حتى الآن أي أدل على أن الهجوم كان من تخطيط فرد أو مجموعة وبرأ مجلسي الشيوخ ترامب قبل أيام من تهمة التحريد على أعمال الشغب لعدم توافر أصوات كافية وصوت العضاء الديموقراطيون على إدانته لكنهم لم يتمكنوا من جمع أصوات كافية لذلك قال مكتب التحقيقات الفدرالي أن نحو 20 شخصاً من المتهمين لديهم صلاة بجماعات يمنية متطرفة أبرزها مجموعة براوت بويز كانت ما أن من بين المتهمين عناصر من ميليشيا أوث كيبرز اليمينية وبعد قليل تتابعونا في هذه النشرة هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية تحذر مجدداً من موجة صقيع وعواصف ثلجية تمتد من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي ناسا تقطو يوم الخميس المطبل خطوة شاسعة نحو استكشاف المريخ أهلا بكم مجدداً تقدم جامعة كولومبيا في نيويورك منحاً دراسية لمساعدة طلاب الذين هجروا من أوطانهم بسبب الحروب والعنف والجوع والكوارث الطبيعية هذه الشابة التي تمارس رياضة الجري بإحدى مناطق نيويورك هي واحدة من الطلبة الفرين من بلدانهم بحثاً عن السلام والحرية عندما كنت صغيرة كان والدي يقول دائماً أن الولايات المتحدة هي أرض الحرية وكانت مجرد فكرة بالنسبة لي حتى جئت إلى أمريكا وأدركت ذلك الطالبة شابنام فياز التي تبلغ 24 عاماً انطلقت رحلتها الطويلة في البحث عن الحرية عندما كانت رضيعة حين فرت عائلتها من حكم طالبان بأفغانستان ولجأت للعيش في باكستان لكنها عادت إلى أفغانستان منذ عقد من الزمن بعد أن طردت القوات الأمريكية طالبان من السلطة إلا أن هذه الحركة لا تزال تهدد الاستقرار والحرية في معظم مقاطعات البلاد لا سيما بالنسبة للنساء أعرف أن لدى النساء الأفغانيات الكثير من الإمكانيات ولكن لا تتاح لهن الفرصة لتحقيق طموحاتهن وجاءت فرصة شابنام في عام 2016 عندما التحقت بإحدى الكليات بولاية إنديانا وفي عام 2019 أعلنت جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك عن برنامج جديد يقدم منحاً دراسية كاملة للنازحين وقد تقدم 12 ألف شخص بطلب الالتحاق بالبرنامج فيما تم اختيار 18 طالباً فقط وكانت من بينهم شابنام التي بدأت الدراسة رسمياً في جامعة كولومبيا في سبتمبر الماضي وتقول إدارة الجامعة إن هؤلاء الطلاب حريصون على اختنام الفرص النادرة التي سيكون لها تأثير كبير على مستقبلهم ومجتمعاتهم أتطلع حقاً إلى معرفة ماذا تأثير هذا التغيير على حياتهم وإلى الطريقة التي سيؤثرون بها على حياة الآخرين وكيف سيساهمون في ترقية مجتمعاتهم أما بالنسبة لهذه الطالبة الأفغانية فقد كانت فرصة التحاقها بإحدى الجامعات الأمريكية قبل سنوات قليلة فقط حلماً بعيد المنال إنه مثل الحلم وقد تحقق من خلال هذه المنحة التي حصلت عليها وها أنا أدرس بجامعة كولومبيا من أجل نيلي شهادة الماجستير في حقوق الإنسان وتأمل شابنام في تطبيق ما ستتعلمه في القانون بجامعة كولومبيا في مساعدة المهاجرين واللاجئين في المستقبل تسبب الإعصار الذي ضرب أجزاء من ولاية نورد كارولينا في مصر عشرة أشخاص على الأقل وإصابة عشرة آخرين بالإضافة إلى عشرة المفقودين ضمر الإعصار منازل وحطم أشجار وأغرق عمدة الكهرباء وترك ألاف السكان دون تيار كهربي واستدرجات حرارة تحت الصفر وأطلقت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية تحذيرا جديدا من موجة صقيع وعواصفة ثلجية تمتد من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي أيث أخضع أكثر من 150 مليون أمريكي لتحذيرات التقص السيئ وتسببت موجة الصقيع التي اشتاحت البلاد مؤخرا في مقتل عشرة أشخاص على الأقل وحرمت ملايين السكان من الكهرباء بما في ذلك في ولايات الجنوب التي واجهت أسوأ سيناريوهات العاصفة دقص شتوي غير مسبوق تحذيرا أطلقته هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من موجة الصقيع التي اشتاحت ولايات الجنوب قبل أيام ويتوقع أن تضرب على امتداد الولايات المتحدة من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي أكثر من 150 مليون أمريكي أي نصف سكان الولايات المتحدة تقريبا يواجهون التحذيرات والتي تشمله طول أمطار متجمدة وتساقط ثلوج وهبوب عواصف ثلجية الهيئة الوطنية أوضحت أن موجة الصقيع تعود إلى اختلاط إعصار قطبي يحمل درجات حرارة متجمدة بمنخفض النشط مع موجات هطول للأمطار خبراء الأرصاد يتوقعون وصول عاصفة جديدة إلى منطقة البحيرات العظمى شمال شرق البلاد ما دفع حاكم نيويورك أندرو كوومو إلى إصدار الأمر لخدمات الطوارئ برفع درجة الاستعداد ولايات الجنوب واجهت بدورها سيناريوهات كارثية تراوحت بين مقتل أشخاص في حوادث مرورية نتيجة تجمع الجليد على الطرقات مثل ما حدث في كينتاكي وانقطاع الطيار عن ملايين الوحدات السكنية والمشآت مثل ما حدث في تكساس التي شهدت بعض مقاطعاتها انخفاضا في درجات الحرارة إلى ما دون 18 درجة مئوية تحت الصفر خلال نهاية الأسبوع وانقطاعا في الطيار الكهربائي شامل الملايين وأعلنت تكساس حالة الطوارئ لتنضم إليها ست ولايات أخرى هي ألباما وأوريغون وأوكلاهوما وكانساس وكنتاكي وميسيسيبي كما ألغيت أكثر من ثلاثة آلاف رحلة جوية في كل أنحاء البلاد بحسب موقع فلايت أوير وفي وسط البلاد وصلت درجات الحرارة بالفعل إلى مستويات قياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع 45 درجة مئوية تحت الصفر في بعض مناطق ولاية منسوتا وسط مخاوف من استمرار تدني درجات الحرارة إلى ما دون مستوياتها الموسمية يصل مساء الخميس مسبار ناسا الخامس بارس فيرنس إلى سطح المريخ في إطار بعثة 2020 وهي أول مهمة في العالم تهدف لإثبات وجود حياة سابقة على سطح الكوكب الأحمر الروبوت الجديد هو الخامس الذي نجحت ناسا في وضعه على أرض المريخ وسيجري العديد من تجارب غير المسبوقة باستكشاف النظام الشمسي ومن بينها صناعة الأكسجان وإطلاق مروحية في سماء الكوكب الأحمر على بعد يفوق الخمسين مليون كيلومتر عن الأرض يحث مسبار بيرس فيرنس التابع لوكالة ناسا الخطى نحو الكوكب الأحمر مكلفا بمهمة غير مسبوقة فحين يحط المسبار الخامس لناسا عجلاته الست على المريخ بعد رحلة استمرت سبعة أشهر سيبدأ رحلة أخرى شائقة وشاقة بحثا عن آثار جرثومية لحياة سابقة يرجح العلماء أنها وجدت يوما على الكوكب الأحمر قبل ملايين الأعوام والمهمة الأولى من نوعها للمسبار الأكبر والأكثر تطورا لناسا تبدأ منذ لحظات هبوطه الأولى على أن تستمر لسنوات عدة فموقع الهبوط الذي وصفه علماء الوكالة بالمذهل هو فوهة بركان جيزيرو التي كانت بحيرة عميقة وشاسعة بمساحة خمسين كيلومترا وفقا للعلماء قبل ثلاثة مليارات ونصف المليار عام والموقع المذكور استبعد بسبب خطورته كمنصة لهبوط المركبات السابقة وأبرزها مسبار الكوريوسيتي الذي يواصل مهامه حاليا على المريخ غير أن التقنيات الحديثة التي زود بها بيرسيفيرنس تجعل الهبوط فيه ممكنا وهنا سيجب المسبار طوال سنوات ضمن مساحة تفوق العشرين كيلومترا معينا ضفاف البحيرة ومصباتها حيث سيجمع بذراعه الآلية عينات من كل موقع ويرسل إحداثيات مباشرة صوتا وصورة لمركز ناسا ولن تقف مهام المسبار عند هذا الحد ففي جوفه يحمل بيرسيفيرنس جهازا لإنتاج الأكسجين مباشرة من سطح الكوكب الأحمر ويقوم الجهاز المسمى موكسي بامتصاص ثاني أكسيد الكربون من أجواء المريخ وتحويلها إلى أكسجين على غرار ما تفعل النباتات ممهدا طريقة أمام المستوطنين البشريين مستقبلا للتنفس على سطح الكوكب وإنتاج الطاقة ويمهد وصول بيرسيفيرنس لبدء مهمة أخرى محفوفة بالتحدي والإثارة حيث يحمل المسبار أول مروحية هي إنجينيوتي إلى الكوكب الأحمر وتسعى ناسا من خلالها لتجربة فريدة بالتحليق في جو المريخ الذي لا تتعدى كثافته واحدا في المئة من كثافة كوكب الأرض مشاهدين كانت هذه أخبارنا في منع العاصمة لهذه الليلة ألقاكم على رأس الساعة المقبلة مع موجز للأخبار وأترككم هذه الصور الحية لمغادرة رأي جيو بايدن إلى واسكنسون كما أشرنا خلال هذه الناشرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر